زيارتنا إلى مصفى الشمال أيضاً بعد أن تم استعادة الأجزاء المسروقة من هذا المصفى بتعاون وبمبادرة وطنية من قبل أحد المواطنين بادر إلى تسليم هذه المواطنة حكومة العجائب ومسرحيات الوهم المبتذلة تستمر بتسويق أكاذبها للمواطنين بعد إعلان السوداني استعادة معدات مصفى بيجي التي اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ميليشيا العصائب بسرقتها في وقت سابق قبل أن يكشف السوداني عن استعادتها عن طريق أحد المواطنين في كردستان العراق سخرية العراقيين جابت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات السوداني فمن سيصدق أن معدات ضخمة تم تهريبها إلى كردستان العراق إبان سيطرة تنظيم داعش على غالبية الطرق المؤدية لكردستان العراق باستثناء الطريق المار عبر ديالا الذي كان تحت سيطرة الميليشيات نفسها مصادر رسمية أكدت أن تهريب معدات المصفى تمت أمام أنظار الحكومة دون أن تحرك ساكناً بعد سيطرة ميليشي العصائب على مصفى بيجي عام 2015 وتفكيك معداته وتهريبها إلى إيران على مدى عام كامل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول صور ومقاطع مصورة بسرقة ميليشيات العصائب لمصفى بيجي وتفكيكه ونقله إلى إيران بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش مشاهد أظهرت مواد ومعدات قديمة جرى عرضها على أنها ذات المواد المسرقة من المصفى دون التطرق إلى الجهة التي كانت تقف وراء عملية السرقة والتهريب في تزييف واضح لحقيقة وقوف الميليشيات خلف هذا الموضوع وتدمير أكبر مصفى في الشرق الأوسط وبيعه بأبخس الأثمان إلى إيران ما تسبب في نقص إمدادات المحروقات والوقود في عموم البلاد خلال الأعوام التي تلت عملية الإجهاز على المصفى